مساء الخير ردد أفعال من كل الناس على جواز تشيرين اللي هو للأسف الشديد للأسف الشديد كله معطرد على الجواز يمكن الوحيدة اللي كان لها رأي تاني ووافقة على الجوازة دي ياسمين عز ما هي دايما بتختلف عشان تطلع تريند ما هو دايما الاختلاف لازم يجيب وراء تريند كل ما تبقى مختلف وقراءة غير كل الناس وحاجة كده شزة تبقى تريند وياسمين عز بتجري وراء الموضوع ده بس انا مش هتكلم عن رأي ياسمين عز المرادة هتكلم عن رأي ياسمين عز في فيديو تاني المرادة هتكلم عن رأي مرتضى منصور وما ادراك ما مرتضى منصور بصراحة الرجل جاب من الاخر هو كان في برنامج وكان معا ضيوف وفجأة كده وقال لهم عندي يا جماعة خبر اهم من الثورة واهم من مؤتمر المناخ لأ بجد حاجة بشعة ربنا يسترع البلد وقال بكل استهزاء شيرين رجعت لحسام حبيب وعادها كمان مرة هو بصراحة مرتضى منصور كان بين عليه ان هو مضايق قوي من عمر اديب ان هو استضف شيرين في البرنامج بتاعه او المكالمة التلفونية اللي عملها عنده في البرنامج هو كان مضايق قوي من رد فعل عمر مبارح لما كان فرحان قوي مبارح لشيرين وكان بيبارك لهم كده من اعماق قال ده كان رد مرتضى منصور عن موضوع شيرين خرب بيت امهاتهم كلهم لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الاشتراك في القناة تفعل جرس التنبيهات مع السلامة